حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي مكاسب بلغت 33.7 مليار جنيه ليبلغ رأس ما لها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 892.2 مليار جنيه مقابل 858.5 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 3.9% وذكر التقرير الشهري لبورصة المصرية تبين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والسانوية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.86% ليبلغ مستوى 15473 نقطة فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة EGX70 بنحو 26% ليبلغ مستوى 861 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 3.2% ليبلغ مستوى 2107 نقطة وأشار التقرير إلى أن إجمال قيم التداولات خلال الشهر الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 33 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 5.147 مليون ورقة منفزة على 579 ألف عملية مقارنة بإجمال قيمة تداول قدرها بإجمال قيمة تداول قدرها 31 بإجمال قيمة تداول قدرها 31.6 مليون جنيه وكمية التداول 5.400 وكمية التداول بنسبة 5.494 مليون ورقة منفزة على 585 ألف عملية خلال الشهر السابق له شعري فبرايل شهد المؤشر رئيسي EGX30 ارتفاع لأعلى هاي تاريخي له المؤشر اخترق حجز المكاومة 15.500 وصل لـ 15.700 ودي أعلى هاي تاريخي لبنهم في تاريخ المؤشر الملاحظ الفترة دي شيرة مكسف من الأجانب بعد ارتفاع الاحتياط الأجنبي 41 مليار دولار ظهر بكسافة شيرة الأجانب والمؤسسات الأجنبية والمؤسسات المصرية أرضى أيضا فيه ارتفاعات واضحة جدا في مؤشر 30 وكان بيقرب ليه أعلى مستويات ليه وكانت اللي هي فوق الـ 15.500 ده اتحقق في شهر فبراير وفي نفس الوقت حصل فيه انخفاضات واضحة جدا بسبب انخفاضات البرصات العالمية واللي أثرت خلال الشهر على التعاملات الأجانب والعرف في شكل عام وبالتالي أثرت على البرصة عندنا وشفنا ان هي قسرت نقاط دعوم قوية جدا وحصل فيها انخفاض أحجام التداول شفنا ان فيه أحجام تداول تعتبر متوسطة في خلال الشهر وفي نفس الوقت شفنا في آخر جلسة من جلسات الشهر وهي كانت جلسة في آخر جلسة كان فيه تقريبا أعلى حجم تداول وكانت قرابة الـ 4 مليار ودي ما حصلتش من فترة طويلة في البرصة المصرية أغلب الشركات أعلنت عن الميزانيات ميزانيات 2017 ميزانيات 2017 أغلبية الشركات عاملة أرباح أضعاف 2016 فده بيدي سكة للمستثمرين المصريين يخليهم يشتروا الأسهم بكثافة الملاحظة الفترة دي أن الشركات لما أعلنت أغلبيةها هتدي كوبونات وده بيدي يعني المستثمرين يتجذبهم اللي هم يشتروا الأسهم دي شين ياخدوا كوبونات وياخدوا أرباح على الأسهم بتاعتهم طبعا احنا بقالنا فترة طويلة يمكن بعد تعاوم الجنيه والاقتصاد تبدأ يتغير أو في اتجاه لأن الاقتصاد يبتدي يشتغل بصورة حسنة يعني بعد الفترة السابقة يعني طبعا التعويم خلى العملات بتاعت الخارجية يعني بمقابل الجنيه المصري بقيت الأسعار خيصة جدا بالنسبة لأجانب والعرب ظهر جدا أن في شراء بقالنا فترة طويلة أن العرب والأجانب بيشتروا طبعا السعر يما تغير بقيت فيه فرص كبيرة قوي ليهم هما بالذات بقالنا فترة طبعا المؤشر بيطلع وصلنا الأرقام قياسية في المؤشر ما شفناهش قبل كده طبعا كان من فيه فترة طبعا اللي هو سعر الفائدة كان مرتفع ما جي البنك المركزي وخفضه ابتدى السوق يشتغل على السعر ده شهدت البورسة المصرية شهر مميز وراء حقق خلاله المؤشر الرئيسي اي جي اكس سيرتي هاي تاريخي محققا أعلى قمة تاريخية يوصل لها المؤشر كما أثر بالإجاب انخفاض سعر الفائدة 1% ووصول الاحتياط الدولاري الى 41 مليار دولار والنجاحات التي تحققها العملية الشاملة في سيناء بالإجاب على أداء البورسة المصرية وجذب العديد من الاستثمارات من المستثمرين فالبورسة المصرية لها دول كبير في تنمية وتقدم الاقتصاد المصري من داخل البورسة المصرية كامل يوسف ترجمة نانسي قنقر